أظهرت إحصائية الهيئة العامة للقوى العاملة إلغاء ذونات عمل أكثر من 26500 مقيم خلال الفترة من الثاني عشر من يناير الماضي وحتى العشرين من مارس الجاري وتم إلغاء ذونات عمل نحو 17000 وافد ووافدة لسقوط الإقامة خارج البلاد ونحو 1000 إذن عمل ألغي لوفاة العامل و 550 تحويل إلى التحاق بعائل و 7800 إلغاء نهائي للسفر وتظهر البيانات أنه تم تجد 20 إذن عمل كشريك وعدد 5 تحويل إذن عمل عامل إلى شريك وإصدار 199 إذن عمل تحويل من القطاع الحكومي وأكثر من 1000 إصدار إذن عمل تحويل من التحاق بعائل و 124 إلغاء إذن عمل تحويل إلى القطاع الحكومي كما صدر خلال تلك الفترة 737 تصريح عمل ترجمة نانسي قنقر